كشف تقرير لمركز الإحصاء الخليجي عن أن مملكة البحرين حققت نسبة 100% في مؤشر تغطية الرعاية الصحية ويأتي هذا الانجاز في مجال الرعاية الصحية نظير جهود متواصلة تبذل في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين سجلت مملكة البحرين موقعا رياديا بارزا على الخارطة الصحية عبر تقديم أفضل الخدمات الصحية الوقائية والتشخصية والعلاجية مما يجسد مدى اهتمام المملكة بالقطاع الصحي والطبي ووضعه على رأس الأولويات كما يحرس القطاع الصحي في مملكة البحرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحصين صحة الجميع وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخلال نشرة صادرة عن مركز الإحصاء الخليجي أثبتت مملكة البحرين تقدمها في القطاع الصحي إذ يقوم القطاع بتقديم خدماته الصحية للجميع والتي تضم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تشكل حجر الزوية للنظام الصحي في مملكة البحرين وذلك بتحقيق نسب عالية تصل إلى نسبة مائة في المائة في قطاع الرعاية الصحية والرعاية الصحية ما قبل الولادة وأنظمة الرعاية الصحية الدعم الذي توليه مملكة البحرين للقطاع الصحي يرفل أهداف المسيرة التنموية الشاملة كما ويعزز جودة الخدمات المقدمة لجميع أفراد المجتمع بما يضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في استدامة ومرونة هذا القطاع الحيوي والمهم كما أسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز جودته وكفاءته وأدى إلى حصول أفراد المجتمع على خدمات صحية بشكل أسهل وأسرع وبمستوى متقدم ترجمة نانسي قنقر